عايزة نط بقى بسؤال يعني. اه براحتك. اه لا هنط قوي كمان انه قبل ما اكلمك على المنتخب الوليمبي وشغلك مع كابتن شاوي غريب سواء مع الانتاج او مسارتك مع كابتن شاوي غريب لحد ما هي مكملة لحد الوقتي بنجاح. اه. امتى بتفكر في خطواتك اللي جاي. يعني امتى بتقول مثلا لا انا عايزة بقى مدير فني سنة كزا. دلوقتي. دلوقتي. اه ما عنديش مشكلة خالص دلوقتي. اه. يعني في في ناس تتكلم معي. اه. فما عنديش مشكلة خالص انا شايف من الس السنة اللي فاتت كمان. بقى يعني انا حاسس بنفسي ان انا ممكن اقود فريقة. اه. قلتها وبقولها وهفضل اقولها واللي بيشتغل في الكورة واللي في الوسط عارفين ان الشغل مع شوق غريب. السنة بسنتين ثلاثة. لانه هو عنده من الخبرات وعنده من الخبرات. مش الفنية بس. التعامل كمان يخليك ان انت لو قاعد مركز هتتعلم حاجات كتير جدا 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 جدا. تفيدك كشغل. فانا استفدت من شغلي مع كابتن شاو غريب من 2016 هو بنشتغل مع بعض لغاية النهاردة. فانت بتتكلم في ست سنين. بساعد كابتن شاو ايه. واشتغلت معاه كتنين نموذج. النموذج اليومي. في الانتاج الحربي في الاندية. انك برضو بتشوفه كل يوم. وبتلعب كل اسبوع ماتش. وبتتعرض لهزيمة. بتتعرض لمكسبة. بتتعرض لتعادل. كل الظروف دي بتتعرض لها لمدة سنتين. وبعد كده بتشتغل بنظام مختلف خالص. بنظام مدربين منتخبات. اللي بتشتغل برنامج. عندك كل ثلاث شهور اسبوع تشتغل عليه. بتشتغل على انك بتشتغل حاجات خططية فقط لا غير. الحاجات البدنية اقول ايه لا جدا. لانك بتشتغل خططي عشان مباراة معينة. او عشان بطولة معينة. فالنموذجين دول انك تاخده منت صغير مع مدرب باسم وحجم شوء غريب. اعتقد فرقوا جدا. او هيفرقوا جدا في شخصيتي التدريبية. الا اعتقد. اعتقد ان هي من السنة اللي فاتت زي ما بقولك. اعتقد مؤهل ان انا لو في فريق عنده امكانيات. وعنده بلان معينة كويسة. قادر ان انا بكون مبينة. نشتغل على طول. طيب.